زي النهاردة يوم 21 يوليو 1960 تزامنا مع الذكرى الثامنة لثورة يوليو تحديدا الساعة 7 مساء انطلق الارسال في التلفزيون المصري البداية كانت مع شيخ المقرئين المصريين السيد محمد صديق المنشاوي وبعد كده اطل علينا الاذاعي القدير صلاح زاكي ليعلن مولد التلفزيون العربي بعد كده شفنا نقل لخطاب الزعيم جمال عبد الناصر وجلسة مجلس الأمة ثم نشيد وطني حبيبي الوطن الأكبر اللي كلنا حفظنا 64 سنة من الفن والثقافة والتنوير والجمال والإبداع كل سنة وكل إعلامي ما سبيره وكل مذيع وكل من عمل داخل هذا المبنى بألف خير وسعادة وإبداع كل سنوات طيبة منه كل سنوات طيبة مررتين بعشان منه النهاردة عاد ميلادها كمان كل سنوات طيبة كل سنوات طيبة محمد يعني واحد ميلاد واحد من أهم التلفزيونات اللي موجودة في المنطقة والعالم كمان طول 64 سنة كان التلفزيون المصري أو زي ما أطلق عليه في البداية التلفزيون العربي هو البصلة والمدرسة اللي بينطلق منها الأسد والملهمين والأجيال اللي علمت ولسه بتعلم الأجيال الجديدة من الإعلاميين جوه مصر وبر مصر احنا بنحتفل بذكرى البث الأول النهاردة ومعانا يعني ضيف إعلامي قدير من أبناء التلفزيون المصري اللي برامجه الثقافية والدينية والمنوعات شكلت علامة برزة في تاريخ مسبيره كله خلال السنوات الأخيرة نوالنا النهاردة الإعلامي الأستاذ جمال الشاعر احنا سعداء بشكل شخصي أهلا وسهلا كل سنة طيبين كل سنة حاجة بألف سحة وخير يعني أنا مش حسأل أنا حاول لحضرتك كل سنة ومسبيره بخير كل سنة ومسبيره واقف وراسخ ولو حركت قلنا بقى مسبيره مسبيره ده العشق الحقيقة المصريين كلهم صورة مسبيره في الزاكرة وفي القلب وفي العقل وهو الذاكرة المرئية والسمعية لتاريخ شعب المصري منذ أنشئ يعني احنا عندنا مكتبة عبقرية ضاربة أحداث سياسية رياضية مبدعين موسيقيين احتفالات يعني الحقيقة زخم رائع 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 فأنا رأيي أنه هو يعني زي ما تقول تاج القوى النعيمة المصرية يعني القوى النعيمة المصرية فيها بقى موسيقيين سينمائيين كتاب مفكرين رسامين علماء مخترعين مبتكرين كل دول علشان يظهروا زي ما صلاح جهين كان بقول صورة 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 كلنا كده عوزين صورة صورة للشعب الفرحان تحت الرايا المنصورة طيب الماسبيرو عمل الصورة دي هو يعني جمع العقل المصري والوجدان المصري عبر عقود يعني احنا بنتكلم بستة عقود صحيح 64 سنة حاجة بديعة بديعة جدا استاذ جمال الشاعر لما يذكر اسمه عند الناس استاذ جمال عارف يعمل الخلطة السحرية للإعلام إنه نحاز في البداية للناس الإعلام من الناس وبين الناس وعنده هذا التوجه في البداية إنه منذ عملك في صوت العرب وتنقلك على زي ما بقوله كده فكرة المذيع الشامل اشتغلت ثقافة فنون إبداع أوبرا برامج شبابية كان همك الناس شايف إنه مسبير هو الوظيفة الأولى والأهم ليه إنه يبقى صوت الناس ده يعني مسبير المراية دي المراية الكبيرة يعني إذا وقف الإنسان أمامها ورأى نفسه سوف يتابع ويجلس ويصفق كل شيء إذا لم يرى نفسه سوف يتجه إلى مرأة أخرى يعني فالمراية هو صوت الناس أحلامهم طموحاتهم أنا حدهشك يا محمد الحقيقة من خلال بقى الخبرة دي إنه وصلت في النهاية إلى إن التلفزيون والشاشة مواطنة مواطنة هتقول لي إزاي كان بيجي لنا في صفاة خيري عمصر بعض الناس عندهم شكاوة نقابلهم نتكلم معاهم طب نحلها مثلا حاجة في تعليم في الصحة أو كذا فأقول لا 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 أنا عايز أطلع على الشاشة أتكلم وكأن ظهوره على الشاشة نوع من تأكيد المواطنة تأكيد الهوية أنا ابن البلد دي برلمان شعبي فإذا كنا بنتكلم على الشرايين والأوردة اللي هتجمع بين الأفراد الشعب المصري اللي هتتكلم في 110 مليون فأنت محتاج أنه لا تعمل زي الكشاف زماني اللي كان بينزل يدور على اللعيبة في الحارات وفي القرى اللي بيلعبوا كرة وشرابوا بتاعه ويجيبهم ويخليهم بعد كده فراودة فماس بيرو هو المكتشف الأعظم لعبقريات الشعب المصري وحتى ما نظن أنه فهلوة أنا مرضو كتبت مرة في كتابي من الأخير اسمه إفرح بقول أن الفهلوة المصرية هي فائض عبقرية لم تجد القنوات الشرعية فانقلبت إلى ألعيب في اللاشي يعني الوام المفهومية ذكاء فطري بالضبط إن دي طاقة فكرية إبداعية قدرة على التصرف لكن ما وجدتش القنوات الشرعية فكان رائع جدا في البرامج زي أماني وأغاني إنه يتبقى منصة للشباب المصري تكلموا عن أحلامهم الأماني الأغاني إحنا عملنا انقلاب في الشاشة أياميها كان البرام تايم هو طبعا الساعة عشر بالليل بقى تنين الضهر كان وقتا رفع لي تنين الضهر الساعة تتر تنين الضهر كان إيه كله بيجري طلع بالجابة أو بروحش إيه ليه بقى أنا كان ليا شرف الطلعة الأولينية بالحلقات دي وسهرت مع المخرجة لغاية الصبح هنعمل التتر اللي هو أغنية بتسلم أغنية بتسلم أغنية اللي هو الفوتومونتاج وبعدين عملنا عاملة انت عارف فيه مثلا كده قولك غشيم ومتعاب إحنا كان ممنوع إنه إحنا نزيها الأغاني الجديدة إلا بإجازة من لجنة الأغاني لجنة الأغاني بتقيم فكل الموجة الجديدة كانوا منتشرين على الكاسد الحقيقة أنا عملت إيه لما عملنا البرنامج حرط الزملاء إن إحنا نجيب الأغاني دي دورنا عليها في المكتبة جبناها إيه مهم فجأة الناس لقيوا إنه كل الأغاني من عمر الدياب منير منير كان باين باين إنما الأسماء التانية إيهب توفيق غيره غيره كان محمد فؤاد كله طلع طبعا متحد صالح فحسوا إيه البهجة دي كان هي حالة من البهجة فهو يظل منصة للشباب للشعب وأنا أتمنى في العيد الستين إن إحنا نتكلم شوية في أو نهتم إعلاميا بالشباب إن إحنا محتاجين حالة من حالات المجايلة عندنا فجوة جيلية بين الكبار وبين الشباب طيب مش كتير من الناس كانت عارفة إن حضرتك عندك في البداية كان راديو قبل التليفزيون وقبل البرامج الثقافية والبرامج الدينية اللي الناس بتستنى كانت تشوفها جدا في رمضان كان عند حركة برامج كتير جدا لما نيجي نتكلم عن الأسدزة الكبار اللي كانوا بيعلموا شباب الإعلاميين في الوقت ده وشباب المدعين إنهم يبقى عندهم القدرة على التنوع والتلون بما يتناسب مع اللون البرامجي اللي بيقدموا إزاي ده حضرتك استقبلته من اللي قبلك وحضرتك علمته لنا بعدها أشكرك طبعا كان عندي يعني فرصة أن نشتغل مع محمد عبدو ومع منا الشرق زينا الصبافية والفضائية بتعلمنا الحقيقة الخبرات متراكمة يعني والنهاردة الناس بتستخدم كلمة اللي هو بيقدر يعمل محتوى إعلامي متكامل بين التحرير والتعليق الصوتي والمونتاج والمزيكة إحنا زمان الحقيقة كانوا بيعلمونا الفكرة دي صوت العرب صوت العرب بيعلمونا أن أنا أبقى محرر مترجم أحيانا مش محترف يعني أحيانا أن أنا أتصرف مقدم برامج قارئ نشرة إزاعات خارجية حفلات يعني كان فيه زخم رائع فالتنوع ده مهم قوي ليه؟ لأنه هو الإعلامي ده إيه؟ الإعلامي إحنا دايما نفكرين بيت الشعر الشهير بتاع أحمد شوقي قم للمعلم وفيه التبجيلة كذا المعلم أن يكون رسول هو لا يقصد المدرس يعني أحمد شوقي يقصد من يعلم الناس شيئا أو من يعلم الناس شيئا أو من يؤثر في الناس رأي العام أو من يبلغ الناس معلومة مهمة يعلمهم شيء أو يعلمهم بشيء فالإعلامي هو أحق الناس بهذا البيت من الشعر إيه ده صالحة إذا كان إعلاميا صالحا صالحا انتقال من صوت العرب إلى التلفزيون وكان الرحلة الكبيرة سامية صادق يعني كانت سببا في هذا الانتقال وبداية الرحلة مع الشاشة والتلفزيون البرامج الشهيرة الأستاذ جمال الشعر احنا عارفين طبعا الجائزة الكبرى بين الناس أماني وأغاني لكن قبلها كان فيه تجربة مهمة جدا عن الأوبرا وبرنامج في الشعر والشعراء وكان لأول مرة في التلفزيون المصري نستضيف شعراء مصريين وعرب وأول برنامج كان تحقيق تلفزيوني اسمه نقط فوق الحروف صح دي البداية مع شاشة التلفزيون شفتي بقى يعني عامل مذاكرا هو سواء بحاسة طبعا نقط على الحروف كان برنامج تحقيق تلفزيوني برنامج استقصائي فكان بيجيب المشاكل ويتكلم عنها مومي زينا حلقتين فجأة الوزير ندانا بجلس الوزراء كل شوية يقول لي ايه اللي حصل وكاننا بتكلم على أزمة الإطارات السيارات ومرة عن أزمة رغيف العيش أو حاجات زي كده فالمهم تم إيقاف البرنامج يعني بعد حلقتين دورة برنامجية حلقتين بعد كده عملت شعر وشعراء ده كان الروعة فيه انه كان بيحتفل بالشعراء العرب والمصريين فعملنا فيه نفس الفكرة في التترات كل شعر عنده بيت شعر يقول لك سعموا أن العزية ما كانت قرية شوق بزيع مش عارف عبد الرزاق عبد الواحد من العراق بولند الحيداري نزار قباني فيردوا على بعض حسن في الشارع حالة واستعيدت نجومية شعراء جميل فكانوا سعداء قوي يعني في البرنامج ده نجاح الحقيقة رائع وقربني من الشعراء كويس جدا وطبعا معرض الكتاب بعد كده لما كنت بقابلهم فأول تعرف بقى من المفارقات اللطيفة مع نزار قباني روح تسلم عليه أستاذ نزار أنا جمال الشاعر بزيع في تليزيون وشاعر قال لي أهلاً 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 يا جمال قلت له أهلاً وسهلاً استغربت إيه قلت له حضرك عارفني قال لي أه قلت له مستغرب كنت لسه عندي يعني قصايد ما فيش عشرة قصايدة أو يعني مش فقلت له حراك عرفتني زي أو كده قال لي دحك كده وقال لي معجباتك يا سيدي يمكنه فعرض كتاب بشارك في الأمسيات الشعرية فكان الحقيقة الأجواء كلها دفعة إلى محرضة على الإبداع يعني بتشوفي مبدعين فلازم تبقى مبدعة بتشوفي مخترعين أطباء علماء يعني زخم رائع جداً فالتراكم ده الأسات زعلمونا حاجات كتير جداً يعني هي سامية صادق مايرحمها رحمتها نواسعة شافتني في احتفالية كنا دفعة متخراجة في معهد لزعى التفليزيون اللي أنا بقيت رئيسه بعد كده وبعدين قالوا كلمة الدفعة فلان فاطلقت قلت فقالت لا تعال 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 أنا عايزك وتعرف إيه أنت إيه فين كلمنا شوية قاملوا أستاذ مامضوح قال لي روح لسامية عايزك تقول سامية مين قال لي مدام سامية صادق رح تلع قالت لأ أنا عايزك في التلفزيون بس إيه حيسيبك فاهمي عمر أستاذ عالكبير ففي الإزاعة كانوا مهتمين جداً إنه أولادهم حاسين إنه موزيه الإزاعة ده لا 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 ده نمبر ون يعني حد شيء قرب فالمهم بعد كده أنا دخلت امتحان والحمد لله كنت الأول على دفعتي فيه واشتغلت في التلفزيون يبقى الأوبرا بقى كانت يعني نقلة دكتور محمد عيناني اللهم أرحمه الله يرحمه رحمه أنه مترجم الكبير مترجم العظيم كان يقول لي يا جمال أنت تاريخ ميلادك تمانية 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 وتمانين تمانية عشر تمانية وتمانية فتتاح الأوبرا أقول له لا فأنا نضحك يعني فيقول لي لا يوم افتاح الأوبرا لأنه برضو عشان تعرف الأسماء العظيمة لازم أذكر مديحة كمال الأستاذة العظيمة كانت رئيسة القناة الأولى هي كنت راجع من باريس عد سنة باريس فقلت لها الأوبرا والفتاح قالت نعمل برنامج مش عارف إيه عملت البرنامج دعمته جدا جي الافتتاح دايما في الافتاح الرئاسة الموزيع الرئاسة دايما هما كان محمود سلطان وأحمد سمير الأسماء الكبيرة فهي قالت لا ده حاجة ثقافية متخصصة بسقية أنت المفروض تبقى موزيع الحفلة قلتنا خلاص يفندم ده حاجة رئاسية يعني لا لا عملت اتصالات وصممت ونجحت في إقناعهم وبعدين رحت أزيع الاحتفال فوجئت بأن أنا موزيع المسرح مش موزيع البنوار قاعدة كان في رؤساء دول والرئيس وكان مطلوب مني أن أنا أشرح يعني إيه كابوكي والأسطورة دي بتقول إيه اللي هو الفن الياباني الشهير وأتكلم عن الأوبرا وسمفرين بس كان رائع لما نزلت من المسرح قابلني الدكتور يوسف إدريس شوف يعمل إيه بقى الأسطورة دي بانتوا بتقولوا علمونا إيه فييجي في اللوبي كده مثلا مش يجي جنبي يقول لي يا جماعة أنت كنت هايل لا يقف في اللوبي يا فلان أنا كنت شعرف أنك موزيع رائع كده أنت أبقى فتكرك شعر قديم وبعدين بص اليوسف شهين وفاتن حمامة وفرين شوقي كانوا موجودين فقال لهم ده نجم سينما ده الحقيقة هذا الدعم أنا لا أنسا يعني منهم طبعا أليس منصور كان دايما لما عملت برامج الأوبرا هو وعد الإمام الأسماء دي كانوا يقولولي لا لا إحنا بنعود لك أنت بقى إيه بتسأل أسئلة جميلة حبيبتنا في الأوبرا يعني إيه المايسترو ماسك العصاية الكبيرة دي ماسك عصاية صغيرة طب مش ماسك عصاية خالص طيب يعني إيه تينور يعني إيه سوبرانو يعني إيه كان كان الحقيقة رائعة بسطتها وقربتها بالصمد بالصمد فهي نقلات تبدو عجيبة يعني من من الاستقصاء التلفزيوني للشعر للأوبرا لإماني وأغاني طبعا كثيرة جدا وما ننساش أبدا مرحلة رئاستك لقناة النيل الثقافية مرحلة مهمة وقناة مهمة وخرجت أجيال من المبدعين والإعلاميين وكانت محطة مهمة أول مرة نشوف وجوه ثقافية عربية حاضرة ويبقى في حالة تفاعل مع الوسط الثقافي المصري سيرة حافلة ربنا يديك الصح ومزيد من الإبداع والتقلق زي ما حركت كلمة على أساتذة تعلمت على إيديهم احنا تعلمنا على إيد أستاذ جمال الشعر محمد عبدو واحد من الأنشاء وقناة النيل الثقافية لا لا مدرسة تعلمنا سواء في الصدائية أو في قناة النيل الثقافية فربنا يزيدك إبداع وتقلق أنا عاوز بس أقول في النهاية بيتين من الشعر إن ربنا سبحانه وتعالى حافظ مصر بالتاريخ وبالجغرافيا ومصر محمية إلهية إزاي بصع الخريطة مصر الجميلة وجهها قمر الزمان وفرعها في الحسن آية النيل يرفع إصبعيه علامة للنصر والدلتة رواية والبحر أحمر ماءه رفع العلامة ذاتها فخرا ورايا إن الذي وهب الكنانة عزها أوصى بها الأرضين فارتسمت خرائطها حماية الله أكبر كبره عاشت بلادي حرة عاشت بلادي في العلا من بدئها حتى النهاية لا ختام بعد ختام الإعلامي لأستاذنا الأستاذ جمال الشعر شكرا لوجود حضرتك معنا شكرا لتعلم نوارتنا أو صرفتنا شكرا